المليارات صريفت على إنشاء ملعب كربلاء الدولي ليصبح واجهة حضارية للمدينة وها هو محيطه اليوم صار مكبا للنفايات والأنقاض بغض النظر عن المتجاوزين بجانبه حتى أصبح تشمأز منه عين الناظرين هذا ملعب كربلاء الدولي هذا ملعب صرفت عليها مليارات الدولارات شوفوا هاي الأنقاض شوفوا هاي المفروض هاي الساحات ترفيهية فنادق منتزهات شوف هاي بعينك شوف هاي المناطق شون هاي حتى منا على يمين هاي الزبائل وأوصاق يعني الضيوف من يريدون نجول ماكوه مكان ومنها تجاوزات وصيرت لك هوسة كل هاي السيارة تجي يذبون الزبائلة الناس يذبون الزبالة يعني مكان مو نظيف بلدية كربلاء تضع على عاتق المواطن مسئولية ما يجري كون العمل مستمرا لتنظيف محيط الملعب إلا أن أصحاب المنازل والمحيطين بأرضية الملعب يستخدمونها لرمي مخلفات بناء منازلهم بالوقت الذي خصصت الإدارة المحلية مكانين لرمي الأنقاض رسميا لكن دون جدوة يعني بالنسبة للأنقاض اللي يتم تجميحها يم ملعب كربلاء وباقي القواطع احنا تم تحديد موقعين لرمي الأنقاض وتبليغ كل المواطنين بهذا الشيء عندما يكون المواطن سببا في خراب البنى التحتية تكون هناك مشكلة كبيرة في التطور كون عجلة التقدم تسير عكس السير من كربلاء جاسم الهميم التغيير اشتركوا في القناة